أننا ندعو الباب إلى قراءة واعية علمية دقيقة للإسلام ولا نريده أن يخضع للإعلام المعادي الذي تقوده اليهودية والإمبريالية ضد الإسلام وأننا في الوقت الذي نوافق معه على حوار الأديان والثقافات الذي أطلقناه منذ عشرات السنين وأكدنا فيه أن القرآن هو كتاب الحوار الذي حاور الجميع فإننا لا نقبل اعتذار مصادره الفاتيكان بأن البابا لم يستهدف الحمل على الإسلام بل استغلاله من أجل إثارة العنف أولاً الكلام مشحك لأن البابا تحدث عن قضايا فكرية في العقيدة الإسلامية في قضية العقل كما تحدث عن الحرب المقدسة التي نسأله تحكي أنت عن حرب المسلمين في مقام الدفاع لكن شو رأيك بحرب الحروب الصليبية التي هجمت على المنطقة من أجل تحرير القدس في هذا المزال على أساس أنها حرب مقدسة بقيادة البابوات أنا ذاك فإن التي نسأله عن رأيه في الحروب الصليبية التي قادها البابوات من قبله كحرب مقدسة نطلب منه ليس من مصادر الفاتكة أن يقدم الاعتذار شخصياً لا من خلال مصادره للمسلمين على هذه الإساءة وعلى هذا العدوان على هذه القراءة الخاطئة التي لا نريد لموقعه الدين أن يقدمها العالم هذا من أعتبره كلام دير مسؤول خصوصاً أنه يصدر عن شخصية أو عن مركز ديني عالي وهذا يعني كلام نحن بحاجة لأنه كلام يوحد المسلمين والمسيحيين عملا أنه بعض هالأشخاص عم يصدروا هاي كلام اللي بدي فرق أعلم الساعة العاشرة الصباحة إذن تدعوكم لهذا يعني كلام ي Linda بالدعم الآن بعضią عام مستكتراتها شكرا